لا يمكن عزل نداء التنسيقية الوطنية للجمعيات المسندة لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن معطيات على علاقة ببداية وضوح الصورة حول الرئاسيات المقبلة حراك التنسيقية وقبلها اتحاد الفلاحين الكشافة اتحاد النساء منظمة أبناء الشهداء ومنظمة أبناء المجاهدين يوحي باقتراب موعد إعلان ترشح الرئيس رسميا دعمنا فيه أولا من فخامة الرئيس ونعتبره سندا ومعولا لفخامة الرئيس فيما يتعلق بعهدتين جديدة نحن نطلب من فخامة رئيس الجمهورية يترشح لرئاسية 2019 كعهدة جديدة هذا لرئيس الجمهورية نحن نعرف رئيس الجمهورية باللي راجل يحب المعركة في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة على الأقل كانت الجمعيات والمنظمات الجماهيرية الكبرى مقياسا واضحا لهوية مرشح الإجماع الوطني ونداءاتها تعقب في العادة بخطاب استجابة نحن هذه العهدة الخامسة نقول لفخامة رئيس الجمهورية كمل البرنامج تتاعك هي تعتبر رد للجامع فقط لكن بالمقابل نحن كمنظمة وطنية لترقيب تقفت سين المصالحة نقول لفخامة رئيس الجمهورية نحن دايما معاه مراجع مأذونة ترجح أن يكون موعد إعلان الترشح بعد جولة ميدانية للرئيس بوتفليقة في العاصمة تخصص للتجشين الرسمي لكل من مطار الجزائر الجديدة والمسجد الأعظم ثلاث أكبر مسجد في العالم فيما يجري حديث لم يتأكد بعد عن تكليف مستشار الرئيس الخاص الطيب العيزة بقراءة خطاب نية الترشح في وقت لاحق